كان فيه عدد من مباريات الدوري لمصر الممتاز لكرة القدم كان فيه هذه المباريات عدد من الأحداث كان مثلا على سبيل المثال فريق بيراميدز فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 البنك الأهل تعادل مع ZFC 1-1 وكان فيه أيضا تعادل سلبي حسم المباراة اللي كانت ما بين نادي أي أمبي مع نادي سموح نهاردة خلينا نتكلم عن كمان مباراتين هيكونوا بين الإسماعيلي والزمالك والمقاولين العرب وفيوتشر تفاصيل كل المباريات خلينا نعمل جولة كده سريعة على اللي شفناه مبارح وتوقعاتنا لمبارات النهاردة مع أستاذ عبدالله خاطر النقد الرياضي صباح الفل أستاذ عبدالله بنوارنا أهلا وسهلا الصباح الخير أهلا بحضركم وبأستاذ المشاهدين مبارح نادي بيراميدز وفاز على الاتحاد السكندري شفت المباراة إزاي السياق كماش إزاي من كمس الكرة أكتر حكينا كده تفصيلها عن المباراة طبعا لو قلمنا عن المباراة الدوري بعد فترة التواقف بسبب بطولة أمم أفريقيا هللا أن فيه فرق كتير جدا استفادت بعض الفرق استفادت من فترة التواقف والبعض الآخر يمكن تأثر بشكل سلبي واضح تماما طبعا دي يمكن غلبت على المباراة الأخيرة اللي تلعبت وأعتقدها تأثر برضو على باقي المباراة اللي جاية في الأسبوعين المقبلين على سبيل المثال يعني مثلا بنلاقي مثلا بعض الفرق اللي استفادت مثلا فرق زي الإسماعيلي مثلا استفاد من فترة التواقف لأنه كمان كان بيعاني من إيقاف القيد في الصيف الماضي فبالتالي كان محتاج دعم بعض اللاعبين أيضا كانت فرصة بالنسبة للكابتن إهاب جلال أنه يدعم صفوف بعض اللاعبين وأيضا أنه هو يعني يحقق المعدل اللي كان محتاجه أنه هو يصحح بعض الأخطاء وخاصة بعض الأخطاء الدفاعية أيضا التنظيم الهجومي فدي ممكن فرقت بشكل كبير جدا نشوف مثلا فرق تانية إلى حد ما اتأثرت شوية مثلا زي سراميكا كلوباتر اتأثرت من فترة التواقف الأهل اتأثرت من فترة التواقف وده اللي شفناه مثلا في المباراة الأخيرة قدام شباب بولوزداد مش ده أداء الأهلي لو الأهلي كانت المباراة مستمرة أعتقد كان ممكن يكون أداء أفضل لسه بقى هنشوف طبعا باقي بعض الفرق مثلا زي الزمالك هل هو استفاد من فترة التواقف وهل استفاد من فتح القيد بالنسبة له لأنه كان بيعاني أيضا من عدم القيد في الصيف الماضي فكل دي طبعا سينايروهات هنشوفها طبعا في الفترة القادمة لو جينا اتكلمنا على مباراة بيراميز والاتحاد السكندري يعني شايف أنها كانت مباراة اكتكية من الدرجة الأولى ما بين المدربين لكن رغبة بيراميز في التحقيق الفوز كانت واضحة بشكل كبير جدا بدليل أن تم إلغاء هدفين الفريق بيراميز كان هو الأكتر رغبة في التحقيق الفوز فبالتالي أنا شايف أنه كان الأحق بالفوز بالمباراة على الجانب الآخر فريق الاتحاد من الفرق القوية جدا طبعا فرق صعبة يعني كابتن طرق العاشري من المدربين يمكن اللي هم بيجيدوا إزاي يقدروا يقدروا على خطورة المنافسين لكن طبعا بيراميز كان عنده عدد كبير جدا من اللعاب المميزين يعني كان أداء الفريق أفضل تماما على الجانب الآخر أيضا أنه لأن الاتحاد اتأثر بغياب مبلوله مبلوله يمكن كان متواهج بشكل واضح تماما في بطولة أفريقيا الأخيرة غيابه عن المبرارة بسبب الإصابة أعتقد أنه أثر على الجانب الهجومي بالنسبة للفريق الاتحاد بشكل واضح صحيح طيب يعني تقييمك إيه لأداء كل اللعابين وأيضا المدربين في المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي ما بين نادييي أمبي وسموحة أمبي وسموحة يمكن أمبي الموسم الحالي بيقدم موسم أنا شايفه من المواسم الجيدة جدا والإيجابية بدليل أنه يمكن بيتصدر مسابقة الدورة حاليا صحيح فيه مباراة مؤجلة بالنسبة لفرق كثيرة فيه ثلاث مباراة لسه مؤجلة لبرامدس فيه حوالي ستة أو سبع مباراة مؤجلة للنادي الأهلي فيه حوالي خمس مباراة مؤجلة لسه للزمالك فطبعا ما نقدرش نقول أنه صدارة صدارة لكن إلى حد ما إمبي طبعا كان الموسم اللي فات مثلا ما كانش ترتيبه جيد في جدوى المسابقة الدوري إنه يتصدر حاليا جدوى المسابقة الدوري فأنا شايف إنه شيء إيجابي وجيد لكن في مباراة الأمس لا ما شفناش إمبي رجع لمستوى الحقيقي أو اللي هو القوي قبل فترة التوقف يمكن كان الفريقين عندهم رغبة واضحة تماما اللي عدم الخسارة السموحة مش عايز يخسر إمبي مش عايز يخسر فجاءت النتيجة بالتعادل لكن السموحة كان أكتر سيطرة إلى حد ما في المباراة لكن طبعا بلا فعالية هجومية قوية اللي هي تؤدي إلى إحراز الأهداف طيب الأهلي وزاد أفسي بردو مبارح شوفنا المباراة تقيمك له البنك الأهلي وإفسي البنك الأهلي يعني أنا شايف إنه التعادل عادل التعادل العادل بجد يعني لأن نادي البنك الأهلي قد مباراة مباراة قوية جدا مباراة مميزة لكن طبعا كان متأخر بهدف الشوت الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع بالنيران الصديقة قدر إنه يعني يتعادل البنك الأهلي وأنا شايف إن دي لأ كانت مباراة فعلا كانت يعني البنك الأهلي ما كانش يستحق الخسارة في هذه المباراة كان يستحق التعادل وده برضو شايف إن الكابتن طارق مصطفى في البنك الأهلي أعتقد إنه هو استفاد من فترة التواقف بشكل واضح قوي قدر إنه برضو ينظم صفوفه على فكرة كابتن طارق مصطفى من المدربين الجيدين المدربين المميزين اللي عمل شغل غير عادي ممكن خاصة في الموسم الماضي في الدور المغربي فنتمنى التوفيق دايما للمدربين بتوعنا إنه هم وخاصة المدربين الشباب إنه هم فعلا إنه إحنا محتاجين يكون عندنا قاعدة كبيرة جدا من المدربين إنه إحنا نستفاد منهم بشكل كبير أنا شايف المدرب الوطني لو خد فرصته وتم تأهيله بشكل صحيح أعتقد إنه هو يعني ممكن يحلن أزمة اللجوء للمدربين الأجانب اللي هي بدأت طغي قوي على الكرة المصروف هنتكلم في ده بالتفصيل بس خلالها ناخد يعني الحاجات الخبرية أو اللي موجودة دلوقتي قلت من شوية إن الإسماعيلي استفاد من فترة التوقف في طولة أمم أفريقيا النهار ده في مباراة مهمة جدا ما بين الدرويش وابناء القلعة البيضاء إسماعيلي هيا جزمالك في مباراة مهمة جدا توقعاتك تقييمك المبدئي قبل المباراة للعبين لخطط المدربين شايف المباراة تبقى عملت زي المباراة أنا شايف الإسماعيلي المنتشي طبعا بالفوز الأخير على سيراميكا كلبطرة 2-1 قدم مباراة على فكرة مباراة جبير قوي قدم أداء رائع يعني بدأ يعني مش هنقدر نقول إن الإسماعيلي رجع زي زمان لكن إذا إلى حد ما شكل الإسماعيلي تغير تغير عن فترة ما قبل التوقف شفنا الأداء مختلف تماما بدأ يتنافس بدأ يتنافس طبعا الأداء الدفاعي كان إيجابي بشكل طائع يعني كويس الهجوم أيضا إنه هو في النشوط الأول في مباراة سيراميكا خطف هدفين فده يؤكد إنه لأ الإسماعيلي بدأ يرجع على الطريق الصحيح وده ساهم بشكل كبير جدا فترة التوقف كانت فرصة للكابتن إهاب جلال اعتبره فترة إعداد جديدة بالنسبة للفريق أيضا الدعم بالنسبة للصفوف دي برضو كان محتاج الفريق بشكل كبير جدا لأنه في الصف اللي فات كان محروم من القيد فأنا شايف أنه لا يعني هيبقى منافس صعب في الفترة الجاية للفرق اللي هينافسها نيجي على الجانب الآخر بقى بالنسبة للزمالك الزمالك طبعا عنده تدعمات قوية جدا في فترة الانتقالات الشتوية تعاقد مع أكتر من عشر لعيبة لكن عنده أزمة حقيقية في خط الدفاع اللي تنصر دي باكين بعض إصابة الوينشي كمان أعتقد أن دي أزمة كبيرة قوي وده ممكن يأثر على مباراة النهاردة طبعا الجانب الآخر كمان عندك عبد الشافي زياد كمان حيكون مش موجود عبد الشافي عبد الشافي ربط صليبي عندنا النهاردة يمكن أربع ولا خمس غيابات ممكن تبقى موجودة في الزمالك فالجنب يعني الزهير الأيصر هتعمل أزمة كبيرة جدا لجميز فهو هيحلها إزاي هل هو هيلجأ لعمر جابر أنه يحطه في المركز الزهير الأيصر ولا هيستعيب مثلا سيد نماري أنه ممكن يلعب زهير أيصر ولا ممكن يعني استعين بأي من الجناح أي حد من بيلعب الجناح الأيصر أنه هو ممكن يسد الصغرة دي فدي طبعا أزمة بتواجه جميز بشكل كبير جدا أيضا جميز يمكن لما تولى المسئولية الفنية لسه برضو ما تفهمش على الدور المصري يعني برضو لازم نحطها في الاعتبار فهل هو هقدر أنه هو يوصل للكميا مع الزمالك أنه هو الصفقات الجديدة مع اللعيبة القديمة أنت عارف أنت عشان تعمل ترابط ما بينهم بشكل قوي أنت محتاج فترة أطول شوية محتاج أن أنت برضو تصبر على المدرب لأن برضو هو لسه جاي أول مرة يدرف الدور المصري محتاج فترة إلى التأقلب مع الكرة المصرية ده بقى بيبقى دور الجهاز الفني المعاون الجهاز الفني المعاون كنت أتمنى أن كابتن معتم الجمال يستمر ضمن الجهاز الفني لجميز أعتقد كانت تفرق بشكل كبير جدا مع الزمالك لأنه هو اللي قاد حتى الزمالك في الدورتين والديتين واحدة في دبي واحدة كانت في قطر فطبعا كان يفرق كتير جدا جدا استمرار كابتن معتم الجمال لكن طبعا نتمنى برضو التوفيق لنادي الزمالك لأن نادي الزمالك إحنا محتاجين يكون موجود بشكل كوي جدا لأن أهل والزمالك بالذات هم عماد الكرة المصرية أو العمودين اللي بيرتكز عليهم الكرة المصرية وخاصة المنتخبات فنتمنى أن نشاهد برضو الزمالك يرجع تاني للزمالك اللي إحنا عارفينه منافس قوي جدا على البطولات لأن وجود منافسة حقيقية ما بين أكتر من فريق ده بيقوض دور المصر بشكل كبير جدا أيضا بيساهم زي ما قلنا في أن نحن نستعين بعضة كبيرة جدا يكون عندنا قاعدة كبيرة جدا للمنتخبات الوطنية طيب بس عايزين نقول أن الزمالك مؤخرا في آخر فترة عنده اتنين روباط صليبي مثلا في اللاعبين فإحنا بنتكلم أن نحن مش محتاجين بس التعامل مع أن غيرنا وبقى الجماز الموجود إحنا أعتقد محتاجين نشوف الإعداد البدني لللاعبين ولا الإصابات دي ما يحسبش عليها مدرب الأحمال اللي موجود في الزمال لا ده بتحسب عليها الجميع طبعا أولا حاجة موضوع روباط الصليبي دي بقت أزمة كبيرة جدا يعني شوفناها تكررت مع عدد كبير جدا من اللاعبين أكرم توفيق روباط صليبي راجع بقى صيب تاني برباط صليبي عندنا مثلا الوينش ده تالت روباط صليبي بالنسبة للوينش عندنا عبشافي طبعا ربنا يشفي يا ربي يعني لا موضوع مؤثر بشكل كبير جدا هلنا يعني الوينش أنا استعجلنا شوية إن احنا نزلناه بدري شوية مثلا كان محتاج فتر تأهيل أكبر على أساس إنه هو لما ينزل ينزل بشكل قوي دي طبعا يسأل عنها الجهاز الطبي يعني الأحمال البدنية هل هي زيادة ولا إيه في نقطة تانية كمان أرضيات الملعب عندنا محتاجين إن احنا نصحح الأوضاع تماما لأن أحيانا ممكن أرضية ملعب مثلا مش ملأمة بشكل كبير جدا تؤدي لإصابات مش شرط روباط صليبي إصابات مختلفة في عصر احتراف فإذا أنا بصرف ملايين الملايين على كرة القدم فنحتاج إن كل شيء على الأرض الواقع سليم تماما بحيث إن أنا يعني ليه ما بنشوفش مثلا روباط الصليبي بيقرر كتير جدا في أوروبة يعني بنشوفه أوروبا المواسم عندنا ده بيأثر يمكن ده من أكتر الحاجات المؤثرة على اللاعبين هي تلاحم المواسم لأن كل لاعب كرة القدم أو أي رياضة في العالم محتاج إن بعد الموسم ما ينتهي على الأقل ياخد له شهر ونص على الأقل راحة سلبية يبعد تماما عن كرة القدم بعد ما يبعد عن كرة القدم يبدأ فترة إعداد جديدة بشكل منظم وهكذا لكن إحنا للأسف الشديد آخر 3-4 مواسم القرى المصرية بتعاني من إجهاد غير عادي تلاحم المواسم تلاقي مثلا الأهلي وخاصة الأهلي والزمالك صحيح الأهلي والزمالك يطلع من بطولة الدوري عنده بطولة أفريقيا من كاس مصر عنده مش عارف كذا طبعا الأمر صعب جدا طب بالمناسبة دي الأهلي يعني مما حيروح بطولة أفريقيا للأندية خلال عدد من الأيام توقعتك إيه للنادي الأهلي هل ممكن يعني يبقى فيه يعني وجود مصري بغير اللي حصل مع المنتخب على ساحة الأفريقية لا الأهلي لو كلمنا عن الأهلي وخاصة في بطولة أفريقيا هو طبعا دائما الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة بدليل لأن احنا مثلا آخر 3-4 مواسم دائما الأهلي في المباراة النهائية الأهلي موجود بشكل قوي جدا 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 هو حامل اللقب البطولة فدايما الأهلي منافس ويمكن الأهلي فيه حاجة يعني في دور المجموعات ممكن متشعرش بالنادي الأهلي بشكل قوي جدا بدليل البطولة اللي فاتت كان موقفه صعب إلى حد ما خسارته من سان داونز في جنوب أفريقيا وتعادله في القاهرة لكن في النهاية قدر أنه هو يواصل البطولة والمشوار بنجاح لغاية ما وصل للمباراة النهائية وقدر أن يحقق الفوز بالبطولة فده يؤكد أن الأهلي أحيانا تقدر تعتمد عليه في المواقف الصعبة قوي لكن في دور المجموعات ممكن تلاقيه مثلا إيه أداءه متوسط أو 60% مش تأداء النادي الأهلي لكن لما بيجي للأدوار الإقصائية بتشاهد الأهلي الحقيقي هو شارس جدا 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 فريق قوي فريق منظم عارف يعني إيه بطولة هدفه البطولة فكل دي طبعا عوامل يمكن بتصبك مصلحة النادي الأهلي لكن لغاية هذه اللحظة أننا نقدر نقول أن الأهلي متصدر المجموعة ب6 نقاط لكن أداءه قدام شباب بولزداد في المباراة الأخيرة مش ده الأداء بتاع النادي الأهلي وده برضو يمكن كولر مدير الفن للنادي الأهلي تكلم عن الموضوع في المؤتمر الصحفي قال أن فترة التواقف أثرت على أداء النادي الأهلي أثرت على النادي الأهلي ليه؟ أنا عندي فترة تواقف فأنا كمدرب ببدأ أعمل نوع من الإعداد والتجهيز للفريق طبعا عنده بقى مثلا هتلاقي علي معلول محترف في تونس مع منتخة تونس عندك مش عارف كم لاعب مع المنتخب الأول عندك كم لاعب تاني مع المنتخب الأولمبي صحيح فطبعا عدد كبير جدا من اللاعبة مش موجودة معها إذا في فترة التواقف أنا ما استفدتش في الاستفادة الكاملة منها لأن مش كل اللاعبة موجودة معايا فلكن طبعا مع توالي المطشط أعتقد أن الأهلي هيرجع بشكل قوي جدا 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 وأعتقد أن برطني مديامة يوم الجمعة القادم إن شاء الله تشهد أداء قوي جدا بالنسبة للنادي الأهلي ويعود لسقة الانتصارات في البطولة لأننا محتاجين أنه يحسم التأهل بشكل بدري أعتقد أن ده يفرق كتير جدا في بقى مشوار البطولة رايحل إحنا في انتظار نادي الأهلي يعني نتائج طيبة وظهور مصري يعني مشرف على الساحة الأفريقية وبننتظر أيضا يعني تواجد اللاعبة بشكل أكبر طبعا يعني بدون إصابات وبدون الأحمال اللي بتحصل عليهم بسبب تلحهم المساب ما قولت شكرا يا كدو الأستاذ عبدالله خاطر النقدر رياضي شرفتنا وما عرفتنا شكرا جزيلا لحركة شكرا شكرا